خليني أحكي كمان تشجيع اللي هو رقم خمسة الشهادة يعني ولسيما قبل مجيء المسيح يمكن أنا استشهد أنه سأل التلميذ يسوع في عمل وحد ستة يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في أورشلين وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وبعدها من جبل الزيتون ابتدى يصعد أمام أعين التلميذ جاءوا ملكين وسألوا وقالوا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين إن هذا الذي سعد أو انطلق إلى السماء كما رأيتموه منطلقا إلى السماء رح يرجع بنفس الطريقة بين صعود المسيح ومجيء المسيح في خدمة اسمها الشهادة والشهادة إنه إحنا بنشهد إنه يسوع هو المخلص الوحيد يسوع ابن الله يسوع هو الطريق الوحيد يسوع هو الوحيد الذي وعد بالحياة الأبدية يسوع هو الذي يستطيع أن يخلص الناس من الخطية والشهادة هي بشكل عام بسفر أعمال رسل هي عن قيامة يسوع إنه يسوع حي فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك مرة تاني بقول ونحن شهود له في أعمال تمني شهداء وبشرا ولما الرسول بولوس وقف أمام الملك أغرباء ستاني في أعمال ستة عشرين قال فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير طبعا الآية المشهورة إنه الشهادة هي مش بس إنك بتشهد عما فعله يسوع هو اختبار زي موحد شهد يعني شاف أو صمع فهون اختبار حقيقي ولكن هذا الاختبار كمان إليه قوة بدمر مملكة الظلمة رؤية 12 آي 11 وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت في صفر أعمال رسول إصحاح عشر مكتوب وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فإذن اشهد عن يسوع وما فعل يسوع في حياتك في الشهادة أنت بتدمر مملكة الشيطان ثم أحبائي مع الشهادة دائما تيجي كلمة الكرازي تموثاوسة الثانية صحاح أربعة بولوس كان في الزنزان عم بيكتب لاتيموثاوس إذن أنا أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة اكرز بالكلمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة